احتدام المعارك في الاراضي الليبية عزز المخاوف من تأثير الازمة هناك على استقرار تونس من الناحيتين الامنية والاقتصادية في المقابل اكد سفير الليبي في تونس ان الاوضاع في ليبيا شبه طبيعي على حد تعبيره متهما الاعلام بتهويل ما يحدث في بلاده مع تصعود حدة التوتر في الاراضي الليبية تتعزز المخاوف من تدفق الاف الليبيين نحو تونس هاربا من النزاع الدموي في بلادهم ما قد يجعل السلطات التونسية عاجزة عن تأمين حاجية اللاجئين من جهة والارتفاع الذي قد تشهده بعض المواد الغذائية والعقارات من جهة اخرى حسب رأي بعض المحللين ويرى عدد للمراقبين ان تدفق اللاجئين من البلد المجاور قد يسمحوا بتسريب السلاح نحو الترابة التونسية مما يعزز المخاوف في ان تتحول تونس الى حلبة السراع بين الفرقاء الليبيين مؤشر بسيط هو ان المجموعة التي تم اعتقادها مؤخرا وقيل بانها قد جاءت للقيام بعملية ارهابية داخل تونس ليست الا مثالا على ما يمكن ان يحصل نتيجة محاولة البعض استثمار الوضع المضطرب والواسع في ديبيا لاقحام تونس في عدم الاستقرار وعلى الصعيد الاقتصادية قد المحلل السياسي صلاح دين جورشيانا في ظل التواترات الامنية في البلد المجاور قد تشهد ظاهرة التهريب اوجها مما يساهم في انهاك الاقتصاد التونسي المنهكي اصلا ويمكن اذا ما لا قدر له اتسعت رقعة الحرب الاهلية في تونس في ليبيا فان ذلك قد يصبح له تأثير مباشر على العملية الانتخابية وعلى الاجواء الانتخابية وعندها ربما نبدأ في التساؤل هل سيمكن تنظيم الانتخابات في المواعيد التي تتحدث عنها قبل موفى السنة الجارية ورغم تواتر الانباء عن احددام المعارك بين القوات الموالية لللواء المتقاعة خليفة حفتر وبين المجموعات الاسلامية واخرى مساندة للشرعية اكد سفير الليبي في تونس ان الاوضاع في ليبيا تتجه نحو الاستقرار مؤتهما الاعلام بتهويل ما يحدث في ليبيا في الوضاع الاستثنائي مثل الوضاع في ليبيا تحدث احيانا للشباكات وبعض المشاكل باستمرار ولكن تنتهي بسرعة وتسيطر العقلاء والحكمة وكذلك الحكومة على الأمور ففقط الوسائل الاعلام والصحافة دائما تهو الأمور وتضخمها وفي وقت وصف فيه المؤتمر الليبي الهجوم الذي يقود حفتر بالانقلاب على الشرعية اكد السفير ان هذا الحراغ يهدف الى استئصال بؤر الارهاب في ليبيا والمدعومة وفق السفير من بعض النواب في البرلمان الليبي تحرك الجيش الوطني اعتبره ليس انقلابا وانما هو لتصحيح الاوضاع لتصحيح بعض الامور لتصحيح مسار هذه التورة لان هناك جهات وهناك ايديولوجيات واجندات دخلت الى البلاد وانتهجت نهج التطرف والارهاب والعنف عنفنا كاد العديد من المراقبين انه لن يتوقف الا في حال جلوس الفرقاء على طاولة الحوار والتواصل الى ارضية توفقية تبعد عن ليبيا شبح الحرب الاهلية اشتركوا في القناة